بدت علاقتي تقريبا مع الفلسفة متأخرة خلينا أكون واضحة معك في الجامعة كان في مقرارات تدرس جزء من أصول التربية وكان جزئيات من أصول التربية تتحدث عن أصول الفلسفة أصول التربية الفلسفية وأصولها الاجتماعية ومعنا ذلك من متعذقات في التربية في البداية كنت أخذها على الجانب النظري إلى حد ما إلى أن وقعت في أحد المقرارات يتكلم عن نظرية المعرفة بدأت في هذا المقرر أدخل في تفاصيل يعني خلينا أقول لك في مناطق وتفاصيل لم أدخل لها سابقا أمانة كنت أجيب كثير من الطروحات وكانت أستاذة المادة يعني تحاول مناقشتها معي يعني ما كان فيه يعني مثلا خليني أقول لك ما أقول رفض ما كان فيه يعني ما كان فيه لقات مشتركة فهذا الشي جعلني أزيد من البحث وأزيد من أني أنا أبغى أثبت صحة ما توصلت إليه بطريقة أخرى دخولي في هذه المساحة هيأني إلى أني قدمت حلقة من حلقة الرياضة الفلسفية التي هي حرف ولاقة الاستحسان ولاقة الإعجاب أمانة أنا اليوم إلى حد كبير وأنا أقولها بكل صراحة لا أشعر أني نضجت فلسفيا بشكل الممكن أن أقول أنا نضجة فيه فلسفيا ولكني أمارس حقي الإنساني في التفلسف نعم فالتفلسف حق إنساني للجميع نعم أشعر أيضا من جانب آخر أن الفلسفة ليست بالطريقة خلينا نقول سبق وأن قرأت أنه كان في مرحل من المراحل كان الفلسفة يحرصون على انتقاء المصطلحات الصعبة والأشياء الغامضة حتى يجعلونها بعيدة المنال عن الجميع ولا يجعلون الخوض فيها مهيئ خلينا نقول لكل من هب ودب أو لكل من أراد أن يقض في هذا المجال لكني أنا أقرأ الفلسفة أمانة بواجهة أخرى ولعل اليوم صرت أسمع هذا الكلام فعلا يتردد وأصبحت قناعة حقيقية من ناحية الفلسفة الفلسفة إذا لم تنبع من الحياة وتكون في الحياة وتتيح لك مجال في أنك تتسائل في قضايا حياتك فما كانها في الكتب أو لا يعني ما وصل إليها الفلسفة من نظريات ومن أمور عظيمة ومناحي مربكة حقيقة في الجوانب الفكرية أشعر أنه إذا لم يخرج ويكون على أرض الواقع فيظل في كتبه أفضل اشتركوا في القناة